السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير لكم جميعا عدد الحالات الجديدة المسجلة 1864 حالة حسب إحصائيات معها تغوبا تكوخ المفروض غدا نرجع نشوف العدد الحالات الكامل لما ابتصل كل المعلومات من جميع الدوائر الصحية ويكون في عدد أكبر من الاختبارات رح ننتهي الآن لموضوع مهم جدا وغريب ومتناقض الآن في مقاطعة نوترين فيسفالن المحكمة الإدارية العليا في مدينة مونستا ألغت الآن الحجر الصحي للعائدين من السفر من خارج ألمانيا فهذا القرار يعني غريب جدا وينصف كل ما سبق كل شيء يعني كنا عم نحكي عنه أنه الناس العائدة الآن من السفر أول كان الحجر الصحي 14 يوم المراكز اللي تم إنشاءها في المطارات لاختبار الناس العائدين من السفر التخفيض الآن مدة الحجر الصحي لعشرة أيام خمسة أيام جبارية ويمكن بعد الخروج إذا فيه اختبار سلبي أيضا دعتن بانج يعني أيضا بنج المعلومات اللي تم إنشاءه لكل شخص لازم يملدن نفسه لما بدخل ألمانيا ويعود من غيزيكو جبيت كل هالأشياء تم نسف الآن بقرار المحكمة الإدارية العليا طبعا على مستوى مقاطعة نوترين فيسفالن فقط وهو تناقض شديد يعني مقاراة أيضا مع بقية المقاطعات فبناء على وزارة الصحة في مقاطعة نوترين فيسفالن استجابت مباشرة وألغت العمل الآن بهذه القرارات يعني للأشخاص العائدين من السفر من غيزيكو جبيت إلى مقاطعة نوترين فيسفالن اللي ساكنين فيها مقيمين فيها بنزلوا في مطاراتها مثل مطار رئيسي بدوسلدورف مطار كولنبون فكل هالأشياء الآن تم إلغاءها بقرار محكمة طبعا هذا الشيء ممكن بسبب طريقة ونظام الحكم في ألمانيا عندنا نظام فدرالي كل المقاطعات إلى السياسات وصلاحيات واسعة داخل مقاطعاتها وأيضا السلطة القضائية إلى أيضا يعني كلمة وسلطة ولذلك الآن بقرار من المحكمة الإدارية العليا في مونستا ألغت الآن هذا الإجراء للعائدين من السفر من غيزيكو جبيت طبعا هذا لا يعني أنه أصبح السفر يعني الآن يعني مسموح أو أنه يعني مطلوب أو أنه شيء عادي جدا لا تزال يعني الدول المحيطة فينا كمان تصنف ألمانيا على أنه هي دولة غيزيكو جبيت فإذا رحتوا مثلا على هولندا أو على فرنسا في فرنسا ما بتحسنوا تنزلوا بأوتيلات إلا للفرنسيين حصرا في هولندا نفس الشيء غيشنلاند باللوكداون اليونان يعني هو السفر بحد ذاته الآن صعب مطارات مفتوحة مع ذلك يعني يمكن ولكن ما ننسى أنه في نداء من الحكومة بعدم السفر والتنقل إلا لأسباب يعني حقيقية ضرورية وفي مع عدة ذلك يعني التخلي على الموضوع السفر وبع ذلك للعائدين الآن من مناطق الغيزيكو جبيت مثلا من خارج ألمانيا إذا نزلوا في مقاطعة نوتغين بسفالن ساكنين في مقاطعة نوتغين بسفالن ما عد في حجر صحي المتحدث بسم المستشارة الألمانية ورئيس مكتبة هيلج بغون أعلن عن أنه المستشارة الألمانية ماكل ستحضر جلسة البرلمان يوم الخميس يعني اليوم التالي للاجتماع القادم بين المستشارة وسائل وزراء المقاطعات لشرح سياسة الحكومة الألمانية للبرلمان الألماني نحن نعرف أن مهمة المرلمان أيضا مراقبة عمل الحكومة لذلك المستشارة لازم تقدم أيضا خططها طبعا سبق وعملت هذا الشيء الآن للمرة الثانية يجب إطلاع البرلمان الألماني على كل الإجراءات وطريق التفكير وخطط الحكومة فيما يتعلق بشأن بخصوص هذا الوباء بشكل خاص أيضا طب خلينا نروح الآن للاجتماع القادم اللي صار قريب الآن بالمستشارة ورؤساء وزراء المقاطعات الشيء اللي عب يصير الآن هو أن المقاطعات عب تتفق مع بعضها على النقاط المختلفة أو عب تتناقش على الأقل لحتى يدخلوا بشكل موحد إلى الاجتماع مع الحكومة المركزية اللي بتمثلها للمستشارة رئيسة الحكومة وبالتالي لاتخاذ إجراءات وقرارات طبعا العديد من الأشياء الآن تسربت يعني عن موضوع القرارات المتوقعة أو اللي بيتم نقاشة فيه العديد من النقاط الآن موجودة على مسودات القرار من الأشياء اللي عب يتم الحديث عنها على سبيل المثال هو موضوع البلا يعني موضوع المفرقعات في ليلة رأس السنة هل سيتم منعها؟ هل سيتم استماح بها؟ هل سيتم منع بتاتا؟ يعني إطلاقا عدم استخدامها؟ عدم بيعها؟ عدم شراءها؟ عدم استعمالها؟ كل الأشياء اللي عب يتم نقاشها المقاطعات المحكومة من حزب الأونيون يعني من سيدي أو تسي إس أو مثل مقاطعة نوتين بس فعلنا ومقاطعة باين هنن ضد هذا القرار يعني ضد المنع المطلق لاستعمال مفرقعات وبيع وشراء واستخدامها ليلة رأس السنة بينما المقاطعات الأخرى هي مع يعني هذا القرار يعني بمنع بشكل مطلق عدم البيع عدم الشراء عدم الاستعمال طبعا الهدف هو أنه تخفيف الضغط على الأنظمة الصحية في ليلة رأس السنة لأنه في ليلة رأس السنة بتصير العديد من الحوادث المرتبطة بالمفرقعات يعني حوادث احتراق ناس بنجرح ناس تنصاب ناس كل هشياء بتروح على المشافي على الإسعاف لتخفيف الضغط يعني في ظل هذا الوباء على المشافي أيضا فهذا هو الهدف يعني من النقاش الدائر حول هالموضوع تحديدا أنه منعه طبعا القرار الوسط اللي عم يتم الحديث عنه هو أنه منعه في الساحات العامة الرئيسية اللي بيكون عادة ممتلئ بالناس مثل الساحات أمام محطات القطار البانهوف يعني في ألمانيا في المدن الكبرى منعرف يعني بتصير دائما ساحات لإطلاق الألعاب النارية علما أنه تم منع هذا الشيء يعني في السنة الماضية في بعض المدن في ألمانيا ولكن القرار الرسمي رح نشوفه يوم الأربعاء الموضوع الموضوع الأخرى اللي بيتم نقاشه أنه هو من المتوقع الآن أنه يتم تمديد اللوكتايل لوكداون يعني الإغلاق الجزئي اللي نحن موجودين فيه حتى عشرين ديتسمبا يعني حتى عشرين اتناعش الفين وعشرين في خمسة عشرين يعني قبل بخمسة أيام رح يشتمعوا مرة أخرى المستشارة وعساء وزراء المقاطعات لمناقشة تمديد الإجراءات أو عدمها مرة أخرى فجاء الآن اقتراح من اللوتباخ اللي هو الخبير الصحي لحزب الاس بي دي عن موضوع المدارس وأيضا شركات النقل اللي الآن توقف عملها يعني بشكل شبه كامل بعض بقرار يعني حتى بسبب يعني انخفاض عدد المسافرين الآن بسبب دعوة الحكومة إلى عدم السفر إلا لأسباب ضرورية ففي شركات مثل مثلا فليكسبوس يعني هدول باساتهم واقفة الآن وفي ضغط على المدارس موضوع الباسات في يعني عملية الذهاب إلى المدارس بباسات الاشتغاثة طبعا هنيك عبيصير في ازدحام شديد جدا صباحا لما بيروح على المدارس وطبعا بعد ظهر لما بيرجعوا من المدارس فيمكن عبيقول انه استخدام هاي الباسات لشركات النقل في نقل التلاميذ إلى المدارس صباحا وايضا وقت الانصراف انه يرجعوا ينقلوهم إلى بيوتهم وبنفس الوقت تستفيد الشركات يعني ربما انه يتم تمويل هالحركة ايضا من الدولة فممكن الطرفين يستفيدوا الشركات برجع بصير عندهم شغل وبنفس الوقت بيتم تخفيف العبء على شركات النقل العام اللي عبتنقول التلاميذ إلى المدارس صباحا فهي حركة واقتراح جميل راح نشوف ازا سيتم اعتماده في الاجتماع القادم ورح ننتقل الآن لموضوع مهم جدا هو اسعار ايجارات البيوت في العاصمة برلين منعرف العاصمة برلين اجار البيوت فيها مرتفعة الحصول على بيت صعب واذا حصلت على بيت الاجار غالي فمنعرف انه هذا النقاش ادى قبل فترة إلى صدور قانون الميتن ديكل يلي هدفه اولا كان عدم السماح باستمرار ارتفاع اسعار ايجارات البيوت والهدف الثاني في الخطوة الثانية اللي راح تبدأ حيز التنفيذ ابتدائيا من اليوم هو ايضا تخفيض الايجارات اللي ارتفعت بشكل كتير كبير في السنوات الاخيرة طبعا هذا القانون الآن معناه في الخطوة الاولى تم منع رفع الاجارات بشكل زائد الخطوة الثانية الآن سيتم حتى تخفيض الاجارات طيب كيف راح يأثر هذا الشي على الناس اللي ساكنين في برلين للناس اللي عبت تستمع الآن لهالقناة هذا الشي راح يصير بشكل اوتوماتيكي انت ما راح تعمل اي شيء بمعنى انه القرار الآن اللي راح يدخل حيز التنفيذ راح يعتمد لوائح معينة لتخفيض ايجارات البيوت طبعا مو كل الاجارات البيوت وانما البيوت اللي تعتبر ايجارة اصبح غالي تم رفعه من قبل اصحابها في السنوات الاخيرة فرح يتم اعتماد تقريبا اسعار سنة 2013 يعني قبل الازمة قبل ازمة البيوت في المانيا يعني بدايتها كانت يعني بعد 2015-14-15 تقريبا ايضا مع وصول عدد كبير من اللاجئين الى المانيا فقبلها كانت الاسعار طبيعية الى حد ما فرح يتم اعتماد لوائح الاسعار المتوسطة لعام 2013 وبناء عليه سيتم اجبار اصحاب البيوت والشركات اللي عبت اجر للناس بتخفيض اسعار الايجارات البيوت هذا يعني انه من المتوقع انه العديد من الناس يصلوا الان رسالة من الشركة المؤجرة او صاحب البيت تفيد بانه سيتم تخفيض الاجار هل هذا يعني انه تخفيض الاجار رح يكون بمبالغ كبيرة هذا الشيء مستبعد يعني مثلا الاجار بيته 800 يورو ما رح يصير 400 يورو ولكن سيكون هناك تخفيض للاجارات فهذا القانون هدفه يعني الان هو طبعا الناس اللي ساكنين في برلين وحل ازمة البيوت ايضا بشأن هالموضوع طبعا عبتعرض هالقانون لانتقاد شديد جدا بسبب انه هذا القانون ايضا هو يعني خطوة ضد سياسة السوق الاقتصاد الحر انه والنظام الرأسمالي انه كل شخص بقدر يأجر بيته بالسر اللي بده اياه وانه التنافس بالسوق العرض والطلب هو اللي بيحدد الاسعار في طلب كتير وعرض قليل فبترتفع الاسعار ازا بيصير العكس تنخفض الاسعار هاي سياسة الاقتصاد الحر ولكن في هالحالة هو قانون يعني سيتم فرضه وتطبيقه من الدولة فيتعرض لانتقاد شديد ايضا طبعا بشكل خاص من الشركات واصحاب البيوت اللي هنن يعني بيملكوا العقارات طبعا هنن ضد هالخطوة لانه بالمجمل هنن بيخسروا يعني الشركات اللي عندها بيوت كتير في برلين طرد تخفض الان اسعار اجارات البيوت وان كانت بمبالغ صغيرة على كل شقة ولكن بالمجمل رح يخسروا هيك مليارات رح تنتخفض عائداته الان من ايجارات البيوت هاي كانت هم الانباء من المانيا اتمنى اكون افتكوا من خلال هالمعلومات تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته